اللغة الفرنسية وحزن هنا قصة مع الناس ق في شمال فرنسيا كالا عميز يرى كالا عميز يتعامل معها صحيحة كيف يبدأ التعامل للناس في شمال الفرنسية في حل التعامل مع ابنت فأنت كمواطين عادي أتعرف كيف ستعامل مع هذه اللغة كيف ستعامل للمصالحة للمصالحة ام غير الاثرة نحن سنذهب في كتب وأش نفهمه في هذا الفيديو لديه شرط رئيسي نتمنى بأنك تحترم هذه الشرط التي سأقوله الشرط الأول هو أن من حقك أن تتعرض علاقة على هذا الشيء الذي سأقوله جملة وتفصيلها ولكن في المقابل تكتب واحد تقليق تقول لي لماذا كنت لم أتعرض وضعتنا شيء حل تقترحه واحد الحل لمن عندك الشرط الثاني هو أنك تسمع ذلك الشيء الذي سأقوله كامل حتى الأخر وذلك ساعة تحكم من تكيف ما بغيته غير ما تدير أحكام مسبقة شرط بكل بساطة وهذا الشيء الذي سأقوله في هذا الفيديو سيستطيع أن يبرمج لك الضماء في التعامل مع اللغة الفرنسية أو مع اللغة كيف كانت ممزيان سرع الله اللغة كيف كانت العربية اسبانيولة الشنوية الجابونية الفرنسية الأنجلي هي مجموعة الكلمات لأحد الناس في واحد الوقت تفقوا واحد النهار بأن يعطوهم واحد المعنى على سبيل المثال هذه ورقة نتعرف أنها ورقة ولكن سأقول لك هذه الورقة ولكن لن يضبها ونستخدمها للشكل هذا بالضبط سيأتي عن 100 ورقة فأنا ونفقوا بأن هذه المثال تسمية ورقة واحد الكلام التي بناها من عدم و استقناها بشكل عدبا الأول مرة فكما كما انا ونفقنا بأن هذه المثال كيف حدث إذا كانوا يحدث الناس يكونوا يكون إحداث الناس أن تفقوا بأن الانتقنت تسمية وانتقنت بأن تلاجع تلاجع أم أن التواصل تسميس والأمثلة هكذا يعني اللغة هي واحد الوسيلة للتواصل بجموعة الناس في منطقة جغرافية معينة حتى هذا نظن بأننا نتفقين حتى ما قلت شيئا ما هي خارجة على نطاق المألوف اتفق معي كيف هذا اللغة التي في الأصل جدا صغيرا لكي نتواصلوا بها هذا يجب أن يسبب مشكل الكثير من الناس في شمال الأفريقية بالخصوص وهي اللغة الفرنسية هذا التحليل الذي سأعطي هذا هو شخصي بالمساعدة طالبة جامعية مغربية هنا في كندا تقرأ علم الليسانيات في جامعة ميكيل في عهد الاستعمار كانوا دول الشمال الأفريقية عانوا الأمرين من المستعمر القتل والتهجير والصريقة والنهب والاغتصاب كثير من الحويج اليوم خائبين ففي دول دينا لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في الدول المستعمارة الناس صافي وكل شيء يمشي لهم وليس لا يمكن أن يفعلوا شيئا فشوية بشوية يبدأوا يفعلوا ميليشيات ميليشيات هو واحد تجمع المجموعة للناس لكي يمشي ويدافعوا على رأسهم لكي يردوا حقهم ولكن في الوقت الذي يبانوا فيه الناس الذين يريدون أن يفعلوا ميليشيات يبانوا بعض الناس الذين هم خوانا هذا الخوانا يمشي ويخدمون مع الفرنسيس الفرنسي ولكن سنجعلها فرنسيس بحرد أن يكون سهلة في الهدرق وكل شيء يفهمه كانوا يبرقونهم ويوصلون لهم الهدرق ويبيعون الناس ويفرشون البلانات التي كانوا يفعلهم ذلك الميليشيات وكي يبانوا ويوصلون إلى هذه الخبارات يجبونهم يتعلمون كلمات بالفرنسي وفي المقابل الجهاز المستعمر كان يتعلمون في هذه البرقاقة ويعطيهم أراضي ويعطيهم فلوس اللي في الأصل سيضم للناس اللي يستحقهم فهنا ما سيخلق لنا؟ سيخلق لنا واحد جوج من الطبقات واحد طبقة التي لم تدرج بالفرنسي ودخلها قراصة ودفع على حقها والطبقة الثانية هي الطبقة التي تعلمون كلمات بالفرنسي ويجبون أن يتعلمون عند المستعمر وبسبب هذه الخدمة اللي لا أخلاقية يجبون الكثير من الفلوس وعطيهم إلى طبقة الثانية وعطيهم إلى طبقة الثانية والطبقة التي تدخلها قراصة وقدروا تدحقها ولا أريد أن تعلمها الفرنسي بطبيعة الحالة ما الذي نقول لها لم يكن أماما لأن التأميم لغة الجهالة فعلى ذلك الناس الذين عاشوا في الفترة هذه الاستعمار عانوا الأمرين عند الفرنسيين ولكن عانوا أكثر من عند أولاد بلادهم الذين يمشون ويوصلوا بهم الهضرة فعلى ذلك الأغلبية للناس في ذلك الوقت تختاروا بأنهم يتعلمون جاء الفرنسي لكي تقصدهم مزوينة فوصة الدرب أو فوصة الحومة أو فوصة المدينة التي عايشين فيها ولا يبقى الناس منكريين منهم ولا خايفين منهم بل يمشون ويوصلوا بهم الهضرة للمستعمر هذا ما في القيصة أرى النفش سيأتي إلى استقلال سيقع واحد ضلان واحد آخر بل يدعوه الدولة يجعون الدولة ويأخذون الدولة لهم موارين الآن ساعة البلدان كانت تحاول ودعاوة تقف على رجلة من بعد مخرج المستعمر فعلى ذلك الطبقة التي تشد فيها المناصب التي يحتوي على المناصب ومثالثة يدعوها طبقة التي يقارينها ويجعون الفرنسي فعلى ذلك يتعجب على الفرنسي هي الرمز الرمز الروقي الاجتماعي والبرجواز المتعفينة وكان الناطق باللغة الفرنسية غالبا ما يكون ينتمي للطبقة الغنية وطبعة الحالة هذه الفراضية ليست دائما صحيحة ولكن مع الأسف ترسخات في الدهن فكما يعرفون في العالم كامل هناك صراع طبقي الناس الذين مرفعين للفوق يرى واحد تشوفة دونية للناس الذين لا عندهم وذلك الناس الذين لا عندهم يرى واحد تشوفة بأنه الذي يفوق منهم وهذا الصراع صراع أزلي في حال البرصة والريال دائما كائن وفي حال هذا الصراع ستدخل اللغة الفرنسية التي سترجعها هي القضية لأن السيد ستنتمي للطبقة معينة أو لا لم تنتمي للطبقة يعني شخص جيدا بالفرنسية سيكون غالبا لديها فهذا ما يسمى عقدة النقص و المشكلة في عقدة النقص هي أنها لا تشجع الذين لا لديهم اللغة الفرنسية والذين يرى أن اللغة الفرنسية هي اللغة الفرنسية حاجز بينهم و بأنهم بحثهم يدلوا الفلوس سيقع لهم العكس سينفروا و سيهربوا من اللغة الفرنسية و سينتقدوا اللغة الفرنسية بحقا بكل بساطة يشوفها بأنها هي السبب لخلات الفقير فقير والغني غني و بأنها وقفة حاجز بينهم و بين تحسين الوضع لماعيشة ديالهم وهذا الفكر سيكون جيد من بعد جيل و ستزيد التوسع و ستكبر ما بين الناس و ما بين اللغة الفرنسية و لا نقولوا بأن هذه هي الأسباب الوحيدة التي تجعل الناس ينفرون لغة الفرنسية ففوص المجتمعات ينبسح الناس الذين ينفرون و يكررون من ذلك الفرنسية و الذي يأتي منه ذلك النوع الذي يستغلون معرفتهم الكلمات الفرنسية لأنه يعيق بها على من على البلاد الذي لا يعرف بالفرنسية فهو عارف مسبقاً بأنه لا يعرف بالفرنسية و لا يحدث لا يعرف و أن اليه و الأخر سيقوم بخوف لماذا تتعلم معي بالفرنسية أنا مغربي لماذا تتعلم معي بالفرنسية و أنت جزائري و أنا جزائري لماذا تتعلم معي أنا بالفرنسية و لكنتعلم في المستوى المعرفة و كانت هناك موضوع الذي ستتفرف عن كلمات بالفرنسية لماذا و لكنك عيش في الشخص أيضاً الذي ستستعمل بماذاً بشكل يومي فمرة أصدقوك أو لا يزوجوا كلمات في الفرنسية في الواقع أن تختار مع وليس بلاديك شي مشكل ولكن أنا و أنت عيشي في نفس الدورة الاجتماعية و أنا لم أكن أعرف أكلمات في الفرنسية و أجود أطبقها عليّ أخوي الله يحرق جدك و جد هذا الفرنسي قايا اللي يأتي منا و هذا الشيء يعطيناه فعل الله عليه أن هو الناس يظنه بأنهم لا يكره الفرنسية وهذا والذي يقول المجدس أنه أنا أكره الفرنسية هذا الشخص الذي يهضر بهذا الشخص الذي يهضر بهذا لا شيء حقا هي اللغة أما اللغة كما قلنا في الأول فما هي إلا وسيلة التواصل لا يمكن لك أن تقول لك أن نكره هذا البودة حقا هو غير وسيلة لكي تستر به سأعرف هذا البودة عن ذلك قصة معكم ولكنه مهم فذلك حاولت بأنني أعرف بعض المشاكل التي تستطيع أن تكون كدواجه الناس مع هذه اللغة الفرنسية فعاد سأصل إلى بصر بالموضوع هل هو الفرنسية صالح لشي حاجة أم لا صالح الأول و تتبع معي هذا بمسيا أنت كم مواطن فأي ما تكون طالب من أول الباك غالبا غالبا ما تقرأ باللغة الفرنسية اللهم لو كنت تختار شي شعبة مثلا أدب إنجليزي أو أدب إسباني أو أدب عربي أو الشريعة أو شيء ما يخصدرون للتقرأ بالعربية فأغلبية الشعب العلمية تقرأهم بالفرنسية فأي ما هي اللغة الفرنسية التي يقرأون بها في المغرب وما هي اللغة عقيمة من ناحية العلمية ففي نظري أنا وحكم بأنني درست في الجامعة في المغرب أو حتى بالرامل المغرب اللغة الفرنسية ليست عقيمة حتى تلك الدرجة التي تصورها فما زال حتى الآن مجموعة الأبحاث يدارون في فرنسا أو في دول ناطقة باللغة الفرنسية مثل البلجيكا أو واحد من سويسرا أو في كيباك أو حتى في الدول الإفريقية فأغلب الأبحاث والدراسات والإصدارات التي يخرجونها في شتى المجالات يكون الفرنساويين الصباقين لترجمة اللغة الفرنسية حتى يسهلوا لك فإذا كنت تتكلم في اللغة الفرنسية فهي كافية لتعلم بها أي مجال بريدي بدأت من الإيكوميرس والدروبشيبين والسيونس مرورا بالأدب والمسرح في الإنفورماتيك والاقتصاد هنا تستطيع أن تقول لي أمين وهذا الشيء الذي سيقوم بالفرنساويين و سيترجمه للفرنسيين ترجمه لأولا بدل العربية فالعربية أولا أسيدي كلامك على رأسي من الفق وإذا كنت بصح الترجمة للأبحاث للغة العربية ستسهل لك الإنفورماتي للناس في الدول فعلى رأسي وعيني و بلس ما نقرأ بالفرنسيين يقرأ باللغة العربية إذا كان هذا الشيء الذي غيره يحكي ولكن مع الأسف في الدول دينا لا تقوم بمجهود ولا تقوم بمجهود ولا تواكب الإصدارات التي يخرجوا فقام هذه المجالات التي تقول لهم فكين واحد شوية للتخادل أو التكاسل أو عدم الهتمام في هذه المجالات العلمية فالحد الآن البديل الذي نعرفه فيها هو اللغة الفرنسية فما فيها أي شيء يعيب بأننا نقرأ بها أو نتفقه بها فيما جلس واحدين أخرين ولم تنسى أنني كنت أهدر على اللغة التي هي أداة التواصل وليس كنت أهدر على الشعب أو كنت أهدر على الثقافة الفرنسية كنت أهدر على اللغة من بعد أن تسالي قرأتك غالباً قد تقلب على رأسك في سوق الشغل دعني أن تقول لي أن تقوم بمجهود فغالباً في العمومي الأغلبة من التعاملات من دولنا يكونون إما بالعربية إما بالفرنسية وما يمكننا أن تكون أردها مع عربية أو عربية ممكن ولكن ليس أكوغ وليس في المدى القصير أو المتوسط غالباً سيكون في المدى البائد في البريفا الأغلبية من الشركات التي يستثمر علينا في دولنا هم شركات إما فرنسية إما من دول ناطقة باللغة الفرنسية وهذا ليس حض ولكن هذه المستثمرين في طلوبة لأنهم يستثمرون إلى الدول التي يستثمرون فيها يستثمرون بلغة على هذا الشيء ستجدون أن مثلاً فلندسة ستجد شركة رونو أو سيدخوين في فرنسا أو الشركة التي كانت في المغرب بومباردي وهي شركة كيبك ناطقين بلغة الفرنسية وهي الكثير من الأمثلة من دول ناطقين بلغة الفرنسية فلا تتعجب أن تقلب على خدمة في هذه الشركات يطلب منك أن تكون تهتر باللغة الفرنسية يعني بصراحة العبارة سوق الشغل الذي يفرض علينا هو منه بغي وهذه الساعة هو بغي الفرنسية لذلك سوف يفرض علينا الفرنسية في دولنا كون أن الدولنا وصل إلى الواحد لا تريد أن تنضج في الميدان الاقتصاد وتلقى على سبيل المثال 80% من الشركات محلية واصحاب الشركات هم أولاد البلاد فالساعة لن يكون هناك مشكلة لك أن تتعجب في الفرنسية على سبيل المثال وإذا كنت لديك شركة وانا تكون هناك شركة الذي يفرض عليك أن تنضج من الشركات أو من الشركات لأني أخبر ليس لدينا شيء لا يوجد شيء لن يكون هناك شركة ولكن فرضاً أن هذا المشروع هو المثال وهذا المثال الذي يستقبل السياح 80% من الشركات فرنساوية أو أن تقوم باللغة الفرنسية فإذا كنت سوف تنضج هذا المثال الذي يعمل لك في الاستقبال وانا تتأكد بأنك تكتبع في فرنسا أو لا؟ هذا غير أنت وغير مشروع خاص لك فنفس هذه القاعدة تبقى علاقة على هذه المشاريع التي أصحابهم أغلبية المؤاملات لهم تكون مع ناس ناطقين باللغة الفرنسية يعني كي نعود نظرة لهذه النقطة الفرنسا مهمة في الدول دينا حقا سوق الشغل هو الذي يفرض علينا ليس لدينا البوفور لا تكره نفسك وكان شيئا بيدنا اللي نقدرون نبتلوها ولكن مع الأسف سوق الشغل هو الذي يفرض علينا هذا الشيء الذي يبغيه هو و الذي يمسلكه هو و الذي يربحه هو هذا سأقوم بإمكانك نقطة مهمة لماذا تبقى الفرنسا بلانجلي جيدا بأنك تعلم الفرنسا الفرنسا بلانجلي هي لغة اللغة التي هي فيفونت لغة حية فيما يمكنك التواصل مع العالم و الأخير المسألة هي نسبية جدا إلا أن اللغة الإنجليزية تكون بصحة مربحة لغندها ولكن لذلك يمكننا في هذه الظرفية بأننا تبقى الفرنسا بلانجلي تخيل معي و تركك منطقة في عقلك و في تفكيرك مثلا سأرى أننا غير الجامعة في المغرب و سأقولون أن هذه الجامعة كاملة تقررنا بلانجلي هل هذه الأساسية التي تقررون في هذه الأشعاب التي يدعون في الجامعة كاملين؟ الاقتصاد العلوم الفيزيك البيولوجيا الجيولوجيا ما أعرف أنهم علم السياسة والسيونس بوليتيك و أي شيء كامل هم أصلا لفرماساتهم للدارس الدرس بالفرنسا الأساسية أكاديمية التي يمكنهم أن يقررون مواد من غير الأدب الإنجليزي في حال العلوم و يقررونها بالإنجليزية فلا نظن أننا أساسية المكونة في هذا و أسكدها العلوم لا تقررون هذه الأساسية التي تفهم في الأفلام في حال أن نقع العلوم والسيونس في العلوم حسنا ما ركب من المستلحات التي تجعلها أنهم يكونوا سيونسيونس في اللغة الإنجليزية العلوم والسائر العلوم لا تقرر صغير الصغيرة ولكن أيضًا الجامعة يعني ل痴بد زينكاء طريقة التعلم من الفرنسي الأساسية ستكون لأمد القاسر أو المتوسط ستكون لأمد الباقي يعني أنت أخي المواطن إذا كنت تقرأ في المغرب وباغي تقرأ في المغرب وباغي تخدم في المغرب فما عندك شخيار من غير بأنك تتعلم الفرنسي وتعلم مع هالوغات وحدة أخرى ليس مشكل ولكن اللي سيقوم بك ترفض الخبص في المغرب مع الأسف هو اللغة الفرنسية سأعود نقولها بأنها راح كايني استي تنأس ستقول لي مثلاً الضربة بالعربية راح كاين أو التاريخ بالعربية أو عارف بأنها كاين استي تنأس ولكن المعظم الشعب الرهاب الفرنسية وخاصة تكون كثيراً في فرنسي ستقول لي أخي أمين عصدتش ستقول أنا لا أريد أن نتعلم الفرنسي و لا أريد أن نخدم في المغرب سأذهب إلى دولة من المغرب التي ستضرب في المغرب غير لأنها تضرب في المغرب سأقول لك إذا كنت من عائلة ميسورة ووليدك عندهم الفلوس الذي سوف يصرفه عليك فالله لا نحاول أن نقلعك بشيء سير أخي واليدك سيعطيك الفلوس لك أن تذهب إلى دولة ناطقة باللغة الإنجليزية الله يسهل عليك ولكن إذا كنت في حالي في نفس المستوى المعيشة التي كنت فيها في المغرب و أريد أن تذهب إلى دولة أخرى فأغلبية الدول التي تحترى مراسة تفرض عليك أن تريد أن تخدمت مما أو تقرأت مما يكون لديك النقاط التي هي مزيانة ومؤدلات التي هي مرتفعة لكي تأتي لهم تكون عنصر فعال في المجتمع ليس لديهم في النعمة لكي تأتي بعض النقاط التي هم عالين أو هذه المؤدلات التي هي مزيانة أو هذه الدبلومات التي هي طالبين يجب أن تقرأهم بالفرنسي يعني معادلة ما عنده حل وفكر أنت كيف لا أريد أن تجعل أرى أنا سألتك من الأخر عميره ما هي مانيويل ماكرون أنت تعلمت الفرنسي أو لم تكن تعلمتها أو لم أريد أن تعلمها أنا كأمين لا لديك فجل نفعني أو لديك ضرني أو لم تكن تعلمت شغلك هذا اللغة الفرنسية أكل عليها الدهر أو شارب ومصر حتى شيء أو اللغة عقيمة قناعتك الشخصية أريد أن تجعل هذه القناعة عندك من حقك أنا كنقول لك الواقع ما هو فيه ولكن إذا أريد أن تتبنى هذه الفكرة العقم من حقك ولكن أنا كنحس بأنه واجب علي وهذا الواجب أنا الذي فرطته على رأسي بأنه نحطك هذا أمر الواقع ونقول لك هذا ما هو كائن ها علش خاصتك تعلم هذه الفرنسية وبأن هذه اللغة الفرنسية لا تريد أن تتعامل معها كالتعامل لك مع الإنسان لا تتعامل مع اللغة كوحد الإنسان الذي تحسبه إلى الماضي دياله التاريخ معمره لا ينسى أن يدارون الفرنساويين في الدول ولكن اللغة التي هي أداة التواصل لا يوجد أي شيء يدخل في هذا كما تريد أن تتعامل الفرنسية بالإنسان نسى 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 على جوجلات الأجيال لنسى هذه القضية بأنك لو كانت تعلم الفرنسية ستأكل طرف الخبز بها أو لا ستأكل بها طرف الخبز بأنك تعلم غير الإنسان والتأكل بها طرف الخبز في المغرب ممكن ولكن سيكون لديك حدود التي هي قليلة فهي دمى المصلح لنلقع هذه التغييرات الجدرية أنت مضيعها لفرصة على رأسك طمح للتغيير وتمنى التغيير ولكن في نفس الوقت تستغل لك شيء يوقع في الظرفية الحالية بالنسبة للناس الذين يقولوني بأننا لا نريد فرنسي أو أنجلي نريد غير اللغة العربية اللغة القرآن من حقك عندك صح وحتى هذه الشراء لا يناقش لا يمكنك أن نقشه معك إذا كانت هذه القضية مثل لك بأنك تكون تضرب لغة واحدة اللغة العربية فبرافو لك تحياتي لك وكيف ما نقول لك ديما الوحيد اللي غيرعرف مصلحتك هو أنت فالقرار الأول والآخر هي بقضية لك أنت بغيت التعلم من فرنسا يتعلمه ما بغيتاش سكان ومكة أدرى بشعابها كان معك أمير بكوري السلام عليكم